اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صد الاقلام نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العربية والدولية لكن بعد اهم العنوان من صحيفة البصائر هيئة علماء المسلمين تصدر تصريحا صحفيا بشأن نقل الادارة الامريكية قواتها من شمال سوريا نحو العراق ومن موقع كتابات تيار الحكمة ينتقد الصدر يدعو المتظاهرين لاسقاط الحكومة ويمتلك فيها الحصة الاكبر من صحيفة الزمان القضاء بصدد اصدار قرار يعيد جامع الرحمن الى الدولة ومن العرب اللندنية واشنطن تمهد لانتقال القوات الامريكية من شمال سوريا الى العراق من صحيفة الشرق الامسط انسحاب القوات الامريكية من كبرى قواعدها شمالية سوريا ومن عربي واحد وعشرين انسحاب قسد من سلعين بسوريا وتركيا تؤكد واخيرا من العربي الجديد الحرية او الحريري يعرض اصلاحات اقتصادية لالغاء الضرائب وخفض رواتب الوزراء اهلا بكم شهد العراق خلال الاسبوع الاول من تشرين الاول اكتوبر 2019 موجة احتجاجات واسعة في العاصمة بغداد وعدد من محافظات الجنوب ومنطقة الفرات الاوسط سقط خلالها عشرات القتلى بعض الاحصاءات تعدهم بالمئات والاف الجرحة حتى بعد ان تعرضت لقمع غير مسبوق يرجح ان بعض الفصائل المسلحة الخارج عن سيطرة الدولة المسؤولة عنه وقد طرح ذلك اسئلة عديدة عن مدى قدرة الدولة على السيطرة على الميليشيات وعن مستقبل النظام السياسي برمته الذي نشأ بعد الغزو الامريكي للبلاد في عام 2003 تقرير نشرته صحيفة العرب الجديدة تعاملت النخبة السياسية الشيعية الحاكمة مع هذه الاحتجاجات باعتبارها تهديدا وجوديا لحكمها ولسيما الاطراف المحسوبة على ايران والتي اتهمت التظاهرات بانها موجهة من الخارج ضد حكم الشيعة علما ان الاحتجاجات قامت في المحافظات الشيعية وجل المشاركين فيها هم من الشيعة ويعضد هذا موقف الجهات الايرانية الرسمية التي سارعت على خلاف العادة الاتهام المتظاهرين بانهم جزء من مؤامرة واذ ينتمي الطرف الذي مارس الاتهام وتورط بالقمع الى الهوية المذهبية نفسها للطرف المحتج فقد كان لافتا حجم القمع المستخدم حيث سقط قتلى وجرح كثيرون بين المحتجين فيما جرى قنص الناشطين وتمت حملة اعتقالات واسعة حتى في البصرة التي لم تنخرط في التظاهرات هذه المرة رغم وصفها بعاصمة الاحتجاجات في العراق ونظرا الى ان النخبة الشيعية الحاكمة تعاملت مع الاحتجاجات بانها تهديد وجودي فان ذلك يفسر شدة القمع الذي شهدته الحركة الاحتجاجية والذي مثل تحولا نوعيا في القمع والعنف الذي تمارسه السلطة ما بعد عام 2003 فضلا عن الاعتقالات وقطع الانترنت وتقييد الحركة ما ظهر لكثيرين ان ردة فعل السلطة هذه تطيح بمكتسبات الحرية النسبية التي حازها العراق بعد عام 2003 تضيف صحيفة في تقريرها نتيجة العنف الشديد الذي وجهت به والاجراءات التي اتخذتها الحكومة هدأت الاحتجاجات لكنها لم تنتهي على الارجح اذ لا تزال الاسباب التي ادت اليها قائمة قالت هيئة علماء المسلمين في بيان نشره موقع الهيئة نت ان اعلان الولايات المتحدة نشر قوتها في العراق بعد انسحابها من سوريا هو استغلال لتبرير وجودها غير المشروع واكدت هيئة علماء المسلمين في العراق اوضح قسم الاعلام في تصريح صحفي ان وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر كشف عن خطة لسحب كل القوات الامريكية من شمال سوريا واعادة تمركزها في غرب العراق لمواصلة الحملة ضد تنظيم الدولة والمساعدة في الدفاع عن العراق بحسب قوله وبينت الهيئة ان هذا القرار الامريكي يتناقض تماما مع مفهوم السيادة الذي تدعيه الحكومة الحالية ويظهر بشكل فاضح حقيقة السيادة العراقية وتبعية القرار الحكومي للاحتلالين الامريكي والايراني مشيرة الى ان هذه حقيقة لا يمكن انكارها في ظل التدخلات الامريكية والايرانية المكشوفة والمعلنة في العراق ورأت الهيئة ان هذا الاعلان يكشف ايضا عن الاستغلال الامريكي والحكومي لملف ما يسمى الحرب ضد الارهاب لتبرير الوجود غير المشروع في العراق الذي يتخذ ساحة لترتيب اوضاع الاطراف الدولية والاقليمية المتصارعة في العراق وتقول الهيئة ان اعلان الولايات المتحدة عن خطتها لسحب قواتها من سوريا واعادة تمركزها في العراق هو استغلال لملف ما يسمى الارهاب لتبرير وجودها غير المشروع في العراق جاسم الشمر يقول الحقيقة ان العراق او ان العراق في ازمة جالية لا يمكن لكل من يملك بصرا وبصيرة ان ينكرها وعليه لا بد من بداية او بداية من ان نتفق على وجود الازمة لان هذا الاتفاق من اهم عوامل الوصول الى حالة الازمة مقال لجاسم الشمري في موقع عربي 21 عدم وجود حكومة جامعة عاملة لمصلحة الوطن ثانيا التدخل الاجنبي السياسي والعسكري المرحب به من قبل الحكومة مرة لأسباب امنية واخرى لأسباب عقائدية خاصة تدخل الميليشيات في عمل غالبية اجهزة الدولة وبالذات في القضاء والامن عشرات وسائل الاعلام المتنوعة والناشرة لأفكار التخريبية لأفكار المواطنين وبالتحديد تلك المغلفة لخطابها بغلاف ديني ومذهبي هذه الاسباب وغيرها من اعظم الروافد المغذية للازمة العراقية المركبة بسبب عملية سياسية معترف بها من قبل دول كبرى ولهذا ليس من السهولة الطعن بشرعيتها رغم قناعة غالبية تلك الدول بالخلل الواضح في ادارة الدولة لكن يبدو ان تلك الدول قدمت مصلحتها على حساب مصلحة العراقيين الذين يعانون من تداعيات ازمات بلادهم المتداخلة الازمة العراقية بحاجة الى عملية تفكيك وتركيب واثناء مرحلة التفكيك غير السهلة وغير المنظورة حاليا ينبغي حصر القتل والمجرمين سواء من المشاركين في العملية السياسية او غيرهم وضرورة انزال العقاب القضائي اللائق بجرائمهم يضيف الكاتب ان العلاج الانجع للازمة العراقية يكون بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة او اجنبية مهنية لتشكيص اسباب الازمة وتحديد كافة المسؤولين عنها ثم بعد ذلك يكون القول الفصل للقضاء وحينها يمكن ان تلمس بعض خيوط الامل لحل الازمة المعقدة في اليوم الاول من انتفاضة تشرين الشعب العراقي لم نشهد اي تقطية اعلامية امريكية او اوروكية لهذا الحدث رغم اهميته في تاريخ العراقي والمنطقة العربية وفي اليوم التالي لم تستغرق اخبار العراقي وانتفاضته اكثر من دقيقة واحدة في كثير من المواقع الاعلامية الغربية عن انتفاضة التشرين واهميتها كتب ادهم ابراهيم في موقع الكتابة استمرار الانتفاض لأيام اخرى بوجه نظام حكم الاحزاب الدينية في العراق واستخدام القوى المفرطة تجاه المتظاهرين قد اجبر بعض وسائل الاعلام لعرض جزء من الممارسات الدموية لنظام الحكم كل ذلك لان من صمم هذا النظام وحرص على بقائه لا يريد الاعتراف بفشله ولان هناك من يستفيد من بقاء النظام على حاله ولسان حاله يقول مدام الشعب راضي فالكل مستفيد وخصوصا امريكا وايران راعيتان نظام وادامته الا انهما بهذه الانتفاضة الشعبية قد وقعوا في ورطة فالامريكان صحوا من غفوتهم فوجدوا دماء وشهداء على ابوابهم فطالبوا بضبط النفس اما الايرانيون فقد استكبروا ووصموا انتفاضة الشعب في وجه ديكتاتورية الاحزاب وعمالتها بالمؤامرة لانه مستكثروا على العراقيين المطالبة بحقوقهم المشروعة وهم ما زالوا يمتصون دماء الشعب العراقي ويخدروه بالدين والشعارات التي لم تعد تنطلي الا على الجهلة والمستفيدين ولذلك اوعزوا لخدمهم في العراق لقمع هذه الانتفاضة بالعنف المفرد وارسلوا قناصيهم لحصد رؤوس الشباب شباب العراق الواعي لحجم الغبن الذي لحق به نتيجة استغلاله من قبل حكومته التي اثبتت عمالتها لايران لضمان بقائها في السلطة فجعلوا العراق محافظة تابع لايران وقدموا موارده المالية الضخمة لها ان عمال العنف غير المبررة تجاه المتظاهرين والسقوط العديد من الشباب العزل وغلق الانترنت لمنع توفيق الاعتداءات الدامية بحقهم قد لاقت انتقادات من منظمة العفو الدولية ووصفتها بالانتهاكات الوحشية لقوات الامن العراقية تجاه المحتجين السلميين وطالبت باجراء تحقيق مستقل وحيادي في استخدام قوات الامن للقوات المفرطة ما اوصل البلد الى هذا الوضع الصعب هو حزب الله ولا حدا اخر غير حزب الله كل الباقي تفاصيل مملة وبحث عن اعذار لتبرير عملية وضع اليد الايراني على لبنان وفقا لمقالي الكاتب خير الله خير الله في صحيفة العرب اللندنية في ظل الثورة الشعبية الحقيقية التي يشدها لبنان من الضروري عدم اضاعة البوصلة السياسية من جهة والاعتراف بان المأزق اللبناني عميق الى درجة تجعل من الصعب الكلام عن مخارج من جهة اخرى هذا عائد اساسا الى انه لا يستطيع اي بلد في العالم العيش والنمو والتطور في ظل شرعيتين شرعية الدولة وشرعية الدولة التي صارت اكبر من الدولة هناك شباب لبناني نزل الى الشارع شباب يبحث عن مستقبله في بلد صار يحكمه المرشد الذي بات يعتبر نفسه فوق كل الرؤساء والرئاسات وكل المؤسسات هذا المرشد هو حسن نصر الله الامين العام لميليشيا مذهبية مسلحة تشكر جزءا لا يتجزأ من الحرس الثوري الايراني هذا هو السبب الحقيقي للمأزق اللبناني الذي جعل الشعب كله ينتفظ على النظام الجديد الذي فرضه حزب الله على لبنان واللبنانيين اسم هذا النظام هو العهد القوي الذي يؤكد نصر الله بلهجة تهديدية في خطابه الاخير ان لا احد يستطيع اسقاطه بالنسبة الى نصر الله ان هذا العهد هو عهد حزب الله في النهاية ان حزب الله يدافع عن النظام الذي اقامه في لبنان والذي حول البلد تابعا لايران بطريقة او باخرى لو لم يكن الامر كذلك لما كانت هناك تلك الانتفاضة العارمة التي شملت كل منطقة من المناطق اللبنانية بما في ذلك الجنوب اللبناني حيث بات المواطن الشيعي العادي يعترض على سياسات الثنائية الشيعي اي حزب الله وحركة امل لم يعد لبنان في الوضع الراهن وفي ظل العهد القوي الذي اسس له حزب الله غير مأوى للحوثيين في اليمن ومن على شاكلتهم من الذين اخذوا على عاتقهم الاساءة الى كل دولة من دول الخليج العربي علق الصحفي البريطاني المقيم في بيروت منذ عقود روبرت فيسك على الاحتجاجات الحاشدة التي عمت لبنان مطالبة برحيل الحكومة قائلا اعتقدت ان هذه الايام التي كنت اركل فيها الاطارات المحترقة من الشوارع قد انتهت فقد كنت انظف الطريقة في بيلفاست في عام 1971 وفعلت نفس الامر في بيروت في مقاله الذي ينشره بصحيفة اندبندنت بعنوان لا الوم مثيري الشغب اللبنانيين على اشعال بيروت فهم فقراء وجوعى وغاضبون اضاف ان سائقه سليم انتظره بصبر وهو يصافح مسلحا محليا ويوضح له السبب الذي يجعله يريد الوصول الى الدامور التي تبعد 12 ميلا عن العاصمة بيروت ورفعت في وجهي بطاقة الصحافية اللبنانية وقمت مستخدما حذاء البني بركل اطاراته المشتعلة من الطريق السريع مضيفا انها كانت حارة ومجرد النظر اليها اضر بعينيه ويعلق فيسك بان هذا يقول كل القصة ولا الومهم على اعمالهم فلبنان لم يكن ابدا بلدا غنيا باستثناء التجار السنة والمصرفيين المسيحيين فهؤلاء ليس لديهم قوت يومهم وقاموا لعدة ايام بالاحتجاج على وضعهم فقد انخفضت قيمة الليرا اللبنانية وزالت اسعار الطعام ولم اندهش لكل هذا ولكن كان هناك شيء مفاجئ بشأن كل هذا فقد اشتعلت النيران في لبنان وعلى مدى الاسبوع حيث اشتعل اللهيب في اشجار السنوبر مصدر الفخر اللبناني وسفوح الجبال الرائعة ولم تقم الحكومة بصيانة ثلاث مروحيات لمواجهة الحرائق وظلت قابعة في بيروت واحتاجت لمساعدة من قبرص واليونان والاردن لكي تطفئ طائراتها الحرائق يتابع الكاتب قائلا ان كل الشقق في العمارات الكورنيش او في عمارات الكورنيش في بيروت حيث يعيش او شارع باريس فارغة تقريبا باستثناء العمارات الصغيرة التي يشترك فيها الناس مثل عمارته ولا شيء سوى الظلام ويمكن قيادة سيارتك من الشارع حتى مركز بيروت ولا ترى الا الظلام لان هذه العمارات وشقق هي استثمارات للعراقيين والسعوديين والسوريين الذين لا يعيشون فيها نظم باكستانيون في العاصمة اسلام اباد احتجاجا ضد ممارسة الهند بحق اقليم جامو وكشمير حيث رفعوا اكبر عالم حول العالم تبلغ مساحته خمسة كيلومترات مربعة الاحتجاج الذي نظمته حركة التضامن مع جامو وكشمير واتحاد شباب كشمير جرى في المنطقة الحمراء التي تضم مباني رئاستي الجمهورية والوزراء ووزارات اخرى الناطق باسم حركة التضامن مع جامو وكشمير اوزما قول قال انه حضر الى الفعالية عقب مشاركته في مراسم دفن والدته تأكيدا منه على تأمين مواصلة القضية التي كافح من اجلها اجدادنا واعضافا هم يهدفون من خلال رفع اكبر عالم حول العالم للفت انظار الى الحصار الذي يشهده اقليم جامو وكشمير الدراجات النارية التي تلاحق الشرطة سائقها في لبنان يوميا لقمع مخالفاتهم يتحولون في المظاهرات الوطنية الكبيرة الى عامل حاسم في ازعاج الشرطة والسلطات من خلفها هذا ما يفعلونه حاليا في بيروت عند طريق المطار في خطيها القديم والجديد تأخر كثيرون عن مغادرة لبنان او بلوغ مقاصدهم فيه بعد خروجهم من المطار واضطر من لم ينقله الجيش اللبناني بأليته العسكرية الى الاستعانة بقاطعي الطرقات انفسهم لنقله ونقل اغراضه بالدراجات النارية والتكاتك الدراجات النارية كانت نجمة التظاهرات في كثير من الاحيان فعد عن نقل المتظاهرين والسماح لاصحابها بالهروب اسرع عند مهاجمة القوى الامنية والجيش لهم فقد تمكنت من نقل الاحتجاجات ابعد بكثير من ساحات الاعتصامات تحديدا تلك الدراجات التي لا تحمل لوحات او غطى اصحابها لوحاتها بأكاس بلاستيكية او بأوراق لاسقة منعا لالتقاطها من الكاميرات المثبتة في كثير من شوارع العاصمة هؤلاء تحركوا مجموعات مجموعات خصوصا في الليل حاملين اطارات اشعلوها في نقاط مختلفة وقطعوا طرقات بيروت بها الان نتابع الكركات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الختام شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء